السلام عليكم ازايكم عاملين ايه اهلا بكم في قناتي ينسون وكراوية هقدم لكم النهاردة طريقة عمل الكيكة في الخلاط هنعملها بسرعة وبطريقة جميلة جدا عمرها مطبوض منك او تهبط منك وطعمها حلو جدا وهشة جدا وكمان لونها ابيض وجميل مش غمقه خالص شايفين عاملة ازاي هشة جدا وجميلة جدا وشايفين لونها حلوة اوي وقوامها كمان جميل جدا وعلى قد ما هي هشة كمان متماسكة جدا جدا انصحكم تجربوها الطريقة سهلة جدا وسريعة وهتعجبكم اوي وان شاء الله هتنجح معاكم يلا نبدأ طبعا عندنا كلنا الصانية دي وبنفس المقاس اللي هو المتوسط يعني ده الحجم المتوسط مش الصغير ولا الكبير هنحط في الصانية شوية زيت وندهنها ندهنها كويس بالزيت بعد كده نرش فيها شوية دقيق ونبطنها بالديق كويس جدا وبواق الدقيق دي هنضيفها على دقيق الكيك يعني مش هنرميه الدقيق دي طبعا انا نرخلاه فهضيفه مباشرة على الكيك مش هرميه بعد كده في الخلاط العادي هحط في الخلاط العادي 3 بيضات البيض انا مطلعه من التلاجة من نص ساعة يعني لازم يكون خارج التلاجة بدرجة حرارة المطبخ دلوقتي هضيف على البيض الفانيليا كيس واحد فانيليا هضيفه على البيض وهضيف كمان معلقة كبيرة خل وده عشان لون الكيك يكون ابيض ونوسع دي الكباية اللي هعمل بيها كل المقادير لازم الكباية تكون واحدة في كل المقادير دلوقتي هضيف كباية سكر سكر عادي خشن وكمان هضيف كباية واحدة لبن او حليب والحليب ما بيكونش بارد يعني ما يكونش خارج من التلاجة برضو يكون بدرجة حرارة المطبخ وكباية لربع زيت ودي كده كل المكونات السيلة مع ده السكر طبعا هاخدهم اضربهم في الخلاط كويس جدا يعني مش اقل من دقيقتين تلاتة دلوقتي هجيب المكونات الجفة معايا تلات كبايات ديق الديق ده نخلة واحدة والكباية طبعا بنفس الكباية اللي انا عامل بيها كل المقادير هضيف على الديق ده معلقة كبيرة بيكونج بودر ورشة ملح وهقلب المكونات الجفة كده بالمعلقة تقليبة سريعة عشان البيكونج بودر والملح يختلطوا بالديق شوية وده الخليط اللي انا خلطته في الخلاط لازم الخليط يكون رغوة فوق زي ده كده بالشكل ده لو خلطيه تلات دايق او دقيقتين الرغوة دي هتتكون هنضيف المكونات السيلة على الديق ونقلب الديق في المكونات السيلة لازم يتقلب كويس جدا بالمضرب اليدوي العادي او مثلا بمضرب البيضي الكهربائي انا عندي المضرب اليدوي ده في سستة بيضغطي عليه كده بيلف الوحده هو سريع جدا مختلف عن المضرب العادي وكويس جدا في التقليب ممكن تجيبيه وممكن تقلبي تستخدم المضرب العادي وممكن كمان لو ما عنديكش مضرب بيض عادي او يدوي او كهربي تستخدمي شوكة او معلقة اهم حاجة تقلب المكونات مع بعض كويس جدا بس اوعي تضيف الدي على المكونات في الخلاط وتخلطيها بالخلاط لان بالشكل ده الهواء اللي فيها هيخرج ومش هتعلى ولا تتنفخ في الفرن كده المكونات تقلبت مع بعض كويس جدا طبعا انا مشغلة الفرن اول ما بدأت اعمل في عجلة الكيك شغلت الفرن الفرن بيكون على درجة حرارة 180 دلوقتي هحط الكيك في الصينية اللي انا بطنتها بالضيق هحطه كده كله طبعا زي ما قلتلكم انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 اول ما بدأت اعجل في الكيك وممكن كمان لو الفرن عندك بارد تزودي درجة الحرارة لـ 200 بعد ما نحط العجينة في الصينية هنحاول نميل الصينية كده عشان العجينة تروح لكل الاركان بالشكل ده بعد كده نخبط الصينية دي في الرخامة خبطتين وندخلها الفرن هتاخد مننا سوى 40 دقيقة بعد الاربعين دقيقة بتفتح الفرن وتشوف الكيك اذا كان استوى ولا لأ بتحط فيه خلة اسنان او شوكة ان طلعت خلة الاسنان او الشوكة نضيفة من الكيكة يعني مش متعاصع هاجين كده اللي الكيكة استويت هي ممكن تاخد فوق الاربعين دي خمس دايق بس زيادة او عشر دايق لو الفرن بتاعك بارد وطبعا بنسيبها تبرد تماما قبل من قطعها عشان ما تتهريش مننا وكمان لو اكلته الكيك سخن ممكن يوجع بطنكو او بطن اولادكو فالافضل تسيبوه يبرد شوية يعني حوالي نص ساعة قبل التقطيع والتقديم الكيك حلو جدا متماسك وهش جدا وطعمه كمان حلو قوي وكمان لونه من جوه حلو جدا مش غامق وده بفضل معلقة الخل الابيض اللي حطيناها قوموا بقى ما تكسلوش جربوا الكيكة الحلوة دي هتعجبكم جدا واتدفيكم طبعا كلنا في الشتاء اول ما الجو بيبرد بنقوم نعمل كيكة وعدس لا انا بعمل كيكة وبيتر تشيكن لو عايزين تشوفوا طريقة البيتر تشيكن اه دخلوا على قناتي هتلاقوا طريقة البيتر تشيكن الطريقة سهلة جدا وكمان بيغنيكوا عن اكل العدس للي طبعا ما بيحبش العدس انا دايما بعملوا للأولاد في الشتاء بيدفيهم جدا واكلة جميلة جدا بيحبوها قوي وبالهنة والشفة مقدما وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة